لمعالجة القضايا المتعلقة بملفات الحكومة العراقية أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني عن التوصل إلى مواقف موحدة مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وذلك بعض الاجتماعات الأخيرة التي جرت بينهما مسؤول إعلام حزب الاتحاد الوطني ستران عبدالله وفي بيان صحفي قال إن الحزبين جاهزان للعمل معا في المرحلة المقبلة على أساس المبادئ التي اتفق عليها في آخر اجتماع عقده المسؤول الكردي أشار إلى أن اللجان التي سيشكلها الحزبان بإمكانها التوصل إلى نقاط مشتركة ليكون الموقف الكردي في بغداد موحدا عبدالله بيّن أن منصب رئاسة العراق والمناصب الأخرى ببغداد لم يتم التطرق إليها في اجتماع المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي مشيرا إلى أن المبادئ التي يتفق عليها الطرفان ستمهد الطريق إلى استحقاقات إقليم كردستان ومنها رئاسة العراق وبحسب المسؤول الكردي فإن إسرار الاتحاد الوطني على منصب رئاسة العراق لا يعني أن يتحول الموضوع إلى خلاف بين الحزبين الكرديين بل سيكون مادة خصبة للاتفاق وتتواصل المشاورات المكثفة على أكثر من صعيدة في العراق لتشكيل الحكومة الجديدة حيث كشف الإطار التنسيقي الشيعي عن نتائج زيارته إلى أربيل واجتماعه مع الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان القيادي في الإطار التنسيقي محمد الغبان قال إن الحزبين الكرديين سيشكلان وفدا مشتركا للتباحث مع جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات مشتركة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن خيار المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة هو أمر اختياري لمن يريد أن يختاره دون أن يفرض عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر